سواء وخير نبدأ نريد أن نتكلم عليهم أنتسايكورتك والميسيام نستعمله في كذا نوع من أنواع السيكات الإيسو قبل أن نبدأ في أنتسايكورتك برضو نأخذ كل فكرة بسيطة عن أنه هو السايكوزيس والباسولوجيس والباسولوجيس السايكوزيس أول حاجة طبعا حتى فترة قريبة كنت نتكلم أن السايكوزيس هو زيادة في الدوبامين في حتة اسمها الميزوليمبيك أديا الميزوليمبيك أديا قعدنا فترة طويلة بنتكلم بس على الدوبامين في الميزوليمبيك أديا وبعدين حصلت حاجة غيرت فكرنا شوية وقعدنا بقى فيها لدي حاجة اسمها باعدين ما هو ثم وما هو نيجاتيف سيطن جاية من التسماني لو انا تخيلت عندي واحد او واحدة نورمال نورمال يعني ايه نورمال في ال نورمال في ال نورمال في الري اكشن نورمال في السوت كل ده بيعتبر حاجة نورمال نورمال في الري اكشن 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 بقت لاما ابنورمال او اكساجيريتد دينا غالبا بنسميها اللي هو بقى انكلود الهالوسيناشن اين هالوسيناشن ده؟ ده هنا انوار الوسط الهنا مفيش اي ستيبولة فهو فيه برسيبشن يعني العين بيستقبل بس بيستقبل ايه؟ حاجة مش موجودة فلسه ستيل عنده برسيبشن بس حاجة مش موجودة العين فيه عنده رياكشن اه بس الرياكشن بقى ايه؟ العين عنده صوت اه عنده صوت ولكن الافكار فيها نوع من الخطأ او فيها نوع من التجاوز يعني زي بقى ما هو بيوض مسلا بيقول ان فيه حد مش عارف برقيب دي حد يعني فدي عنده افكار فلكن بنسميها دي اللي هي بنسميها الهالوسيناشن فيه عندي اللي هو اسمها ديلوجن ديلوجن دي كتبقى اللي هي الفورس بليف افكار خطأ مش عارف ان ترجمها بالعربي الى الديلوجن هي الضلالة في الفكر وهو عنده افكار خطأ فدي اسمها اللي هي القصدر الديلوجن طبعا هو بيستقبل غلط يعني بيشوف حاجة غير اللي هو اللي هي موجودة وبعدين انت ديل اللي هي حاجة اسمها نيجاتيف سيمتوم ايه بقى نيجاتيف سيمتوم دي؟ نيجاتيف سيمتوم دي ما بقاش فيه افكار ما بقاش فيه حاجة يخش على عيال في حاجة اسمها افتي افتي اللي هو يعني فيه فلات اموشن وبتالي يخش كمان في حاجة اسمها بعض من ضمنها اللي هي الانهيدونية كل ده بيعتبر نيجاتيف ما بقاش فيه الليفل ده من البرسيبشن او الرياكشن او الصوت بتاعه والحقيقة بقى بدينا نفكر انه موضوع مش كده الموضوع بقى اه هو زيادة الدوبامين في الميزوليمبيك ودي كتت مسؤولة عن البوزيتف سانتو طب قمال النيجاتيف ابتدى فكرينه يتغير في النيجاتيف سانتو وطلعت بقى سايوليز على الميزوليمبيك فيه ناس قانت ان هي ممكن تكون ليها علاقة بالسليتونيد فيه ناس ابتدت تفكر ان هي ممكن تكون ليها علاقة بالدوبامين في الميزو كورتكال اريا الكورتكس ده بتاع الكوميشن فبالتالي بقى فيه مشكلة تانية تدينا نفكر فيها يعني لحد النهاردة فيري سيمبل هو اه الدوبامين بيزيد وانا لازم عليك الدوبامين الزيادة بس مسؤول اكتر عن البوزيتف سيمتومس لما تيجي بقى تتعامل مع نيجاتيف سيمتومس الوضع بيختلف شوية مش حينفع بقى ان انت تدي اللي هو توقع في شغل الدوبامين في الميزوليمبيك اريا فبقى يطلع عندنا مجموعة تانية من الدرابز اللي هي سميناها اتيبكال انتي سيمتومس يعني التيبكال دي كنت قول مجموعة التيبكال اللي هو كنا فاهمين ان هو زيادة في الدوبامين فكنا بندي حاجة اسمها دي تو انتاليس بس ادي كل اللي بتعمله ودي اسمها تيبكال انتي سيمتومس تتطلع الاتيبكال الاتيبكال هتشتغل مش بس على الدي تو ريسبتور كمان بتشتغل على السليتوند ريسبتور وهنا شغلها على السليتوند حيبتدي يديها ادفانتج انها كمان هتبدأ تسلح في مين؟ في النيجاتيف سيمتوم زي ما هتكلم بعد شوية مش هخش في تفاصيل اكتر من كده احنا مش بندرس فاسوجينيس بتاع اسكيزوفرينيا مش بدرسه انا بس بدي فكرة بسيطة دي دي حاجة تانية حالس قضية كبيرة اولي لكن مش هخش فيها ده مش مشيليسكوب بتاع الفارماكولز احنا بس كده عرفنا ان في عندي زيادة في الدوكامين اي انتسايكوتك هيشتغل لازم يبقى دي تو انتبس علشان تتعامل مع النيجاتيف سيمتومس محتاج ان الدواء بتاع اللي بيشتغل على الدي تو ريسبتور كمان يشتغلي على مين؟ بيشتغلي على السليتوند ريسبتور هي دي الفكرة ببساطة شديدة مش عايز اخش معاكم فاكتر من كده حاجة تانية ان الشرط يبقى العيان لعنده نيجاتيف لعنده نيجاتيف ممكن يبقى ايه؟ ميكس بين الدي تو سيمتومس اوكي؟ فده مقدمة بسيطة مش شغله خالص ومش هخش فيه تفاصيل اكتر من كده تعالوا نخش على الانتسايكوتك هو دا إلينا هنتكلم عليها بس بدي مقدمة علشان نفهم هنتكلم عليها تعالوا نبدأ بال الانتسايكوتك اللي هما كان مين؟ اللي هما كان بيور دي تو انتاجمس اول حاجة هتقابلني في التيبكال انتسايكوتك هنقسم شغلوهم الى نوعين من الاشر هجقى فيه عندي حاجة بيشتغل سنترل وحيشتغل بريفل سنترل احنا اتفقنا الى تيبكال معناها حيقفل الدي تو ريسيبترس اول سؤال بقى هو الدي تو ريسيبترس دي فين في المقر نمرة واحد اتفقنا ان هي موجودة في الميزوليمبك في الميزوليمبك الدي تو لما الدوبامين بيزيد بيعمل ايه؟ اعراض السايكوزيس او السكيزوفريم كمان الدي تو موجودة في ال سي تي زد وهنا الدوبامين مسؤول عن فوق كمان موجودة في اريا تانية اللي هي اسمها نيجرو سترياتل نيجرو سترياتل بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها مهمين بيبقى فيه عندي الدوبامين على الدي تو وفيه بالانس بينه وبين الاسيتايل كله واللي هو بيشتغل على المسكرينيك نيجرو سترياتل وطبعا دي الجزء ده كله اللي هو اي دي سترياتل في الجزء بتاع نيجرو سترياتل ده اللي هو بيعملي سندروم مشهول اللي هو اسمه اكسترا بيراميدل سندروم هننسى موضوع باركنسون لأ هنتكلم على اكسترا بيراميدل سندروم لانه مش باركنسون بس لما نوصل كمان موجود في ال اندوكراين سيستم في جزء اللي هو تيوبرو انفانديبولا مش مهم صايفة مش مهم يعني الاسم البتاع ولكن هو الدوبامين في الاندوكراين سيستم ايه دورو؟ هو الدوبامين عن طريق الدي تو هو انهيبتوري لل برولاكتور ده كده الدي تو ريسيبتور اللي حبدأ اتعامل معها لما حدي تيبيكال انتي سايكوتر طيب تعال نقفل في حتة حتة دي مرة عادة لما تيجي هتقفل الدوبامين او الدي تو ريسيبتور في الميزولينبك ايه؟ هيحصل ايه العيانة؟ ها؟ انت كده هتعالج ايه في العيانة؟ هتعالج من البوزيتف سيمتوم بتاع السايكوزيس او السكيزوفريم اول ما هتديه هيشتهر لأ برده هيبقاله ده برده من الادوية اللي بيبقالها دي مرة عادة عادة لما يحصل نورماليزيشن في التشو بيبدأ يدي الريسمونس علشان كده هتبدأ تدي ده في ايه بقى؟ ايه اهمية ده؟ ايه حالة ايه؟ ايه حالة سايكوزيس سواء برايمري سواء ساكندري برايمري سايكوزيس ده واحد جاي عنده سكيزوفريم او ساكندري سايكوزيس بقى لأي سبب من الاسباب تيومر انفكشن اي سبب من الاسباب ممكن قدي اللي هو القدي سايكوزيس في حاجة كمان مهمة في اعراض السايكوزيس اللي هو بقى لو هي والعيان ده ممكن يبقى جاي ده وعنده اكتب قوي فميزة الادوية دي ان انا اول ما حديها احنا اتفقنا هي مش هتشتغل رابط بس باخد منها ميزة تانية باخد منها ان العيان يبدأ ايه؟ يهدى شوية فده تبقى ميزة من مزايا الانتي سايكوزيس هنا العيان اللي هو العيان اللي هو الادوية دي بتبدأ تحسن شوية في السمتوم بتاعه لكن عشان تعالى الاسكيزوفرينيا محتاج تبدأ الاعراض تقل اللي بعد شوية لو هو حيقفل الدي تو اللي موجودة في السي تي زت طبعا هيدا هنا انتي ايه؟ انتي امتك هل دي دور في كانتي امتك او بس هو مش نمرة واحدة حقيقة ممكن استعمله نمرة اثنين يعني هو مش ومن ضمن الحاجات اللي يستعمل فيها كتير قوي هو بيستعمل في الهيكاف عارفين الهيكاف اللي هي؟ الغطة دي من الحاجات اللي بتبقى بس هقول حاجة مهمة احيانا بتبقى الهيكاف دي ماركر لريلان فيه فالعيان بتاعي لو جيه وعنده رزيستان هيكاف وبرزيستان ما بتتعالكشي من ضمن الادواء بنيديهاله بنيدي حاجة من الهيكاف دي علشان تبدأ تعالك الهيكاف بتشتغل ازاي؟ طبعا مش بس عال سي تي زت ديها علاقة طبعا بالده لكن ساعدة نستعملها في الهيكاف يبقى الحد الوقتي انا استعملت الـ typical antipsychotic في حكتين لقى لقى استفدت من قفل D2 في الميزوليمبك فاستعملت في primal secondary psychosis استعملت في الاجتاتي عشان يبدأ يهديه فكل دي كانت مزايا في typical antipsychotic استعملت لما بيقفل في CTZ او استعملت كanti-ametic استعملت في الهيكاف دي كلها ممكن استعمله فيه لكن حيبدأ لما يقفل في حتتين التانيين دول Negrostriacal واللي هو وطيوبرو انفانديور هيعمل ايه؟ هو هنا لو قفل خلينا بس مبدئيا هنتكلم على حاجة اسمها Extra extra pyramidal syndrome ننسى موضوع ما نقولش باركنسون لان هو مش باركنسون ده كده موضوع اكبر شوية من الباركنسون لما هيقفل D2 في 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 انفانديبلر هيبدأ يحصل ايه في البرولاكتن؟ هيبدأ البرولاكتن يزيد ولما البرولاكتن يزيد هين فرق من جالاكتوريا و ها؟ ها؟ واقول هايبركولكتنينيا هي ريا يعني ايه؟ فلو فجالاكتوريا كده فيه فلو اخرص لكن هايبركولكتنينيا هونك ما يبقاش فيه فلو لسه والهايبركولكتنينيا بتعمل ايه؟ بتعمل امينوريا وتخش الفيمير دي ساعت من هو بنسميه جالاكتوريا امينوريا ده بالنسبة ليه؟ في ميل طب بالنسبة ليه؟ هيعمل ايه؟ فينيكوماستيا هيعمل فينيكوماستيا وهيعمل انفرتيليتي هيبدأ برضو يعمل انفرتيليتي للميل ده كده شغله كحاجة سبتة طب وما البرفرال؟ هيعمل ايه؟ هرجع افكركم بريفرال لسه قيلنها قبل كده مع الانتي دي بريفرال هيبدأ يقفل لي الاتش وان هيبدأ يقفل لي الماسكارينك هيبدأ يقفل لي الالفا وان سنترل وبرفرال كمان بس تقول عليه بريفرال اكتر لان الماسكارينك والالفا وان اكتر هو هو بالزبط زي من زي زي هي العلاقة بينهم ايه؟ هما الاتنين جايين من بعض على فكرة يعني هو خدنا تي سي ايه صندعنا منه عملنا كده شوية وطلعنا منه فالحد ما بقوا ايه؟ بقى ستيل فيه النفس الاتش حرجع تاني لنفس الاتش قدينا نشوف ها؟ طالما ايت شوان يبقى ايه؟ سيديشن واتفقنا مبارح ان الهيستامين لي دور في الابيطايت ها؟ ها؟ لما بتقفل الهيستامين بيحصل ايه في الابيطايت؟ بتزيد وده هيبقى اسوشييتد بال ويت جين طبعا تفسيرات الويت جين هنا ليها كزا تفسير بس عشان تبقى ساجلة بالنسبة لكم خليكم ربطين بين اما كيف الهيه شوان لازم هتاخد السيديشن والويت جين عشان ما تنسوهاش من لكن هي ليها تفسيرات كتيرة شوان لما افل المسكرايت ها؟ تفقنا مبارح في حاجتين خطر جدا مع افل المسكرايت الذي هم الهيورين في الميل الميل وهو زيادة الانترا أكولار بريشن لما تقفل الالفا ون ها؟ هيعمل وهيعمل وهيعمل التكيكارديا يعني بالزبط زي مين؟ زي TCA بالظبط. ده لسه. بعد كده كمان ممكن يعمل كاردياك توكسيستي. كاردياك برضو زي مين? برضو زي TCA. كمان زي بعض. كمان ممكن يعمل كونفولجن. زي يمين برضو. واضح ان هم بالظبط انا بقول لكم كده. هو كان عندي واحد وخركت منه بعد كده بقى الأدوية. فإلى حد ما متشابهين في حاجات كتير قبل. هو الفرق بينهم بس كان فكرة اللي هو قفل D2. ممكن بقى كمان يقصروا على العين. بيعملوا حاجة اسمها كورنيال ديبوزيت. والحقيقة ده بيحصل مع اول ممبر شفناه من الثيبكال انسيكور. اول ممبر ده ما هقول اسمه دلوقتي هو اسمه كلور براموزن. يعني في ايه? في كلور. وهي في قاعدة كده. اي حاجة فيها هالوجي. كلور يود. مفاكريني اليود؟ كان بيعمل ايه في العين اللي هو الأميدارون. كان بيعمل كورنيال ديبوزيت. فهو الكورنيال ديبوزيت بتيجي من اي هالوجين في الستراكشور بتاع الدرق. ده في كلور فحيبدأ يعمل لي برضو اللي هو الكورنيال ديبوزيت. كمان ممكن يقصر لي على الليفر. وبيعمل حاجة اسمها كوليستاتيك جوندس. جوندس يعني ايه? صفر. هو ايه بقى كلمة كوليستاتيك جوندس? هو كده بقى يعني ايه? يعني دي بيعملها عالتوكسيستي بتاعه. بمعنى فيه ادوية تكسر السن. وفيه ادوية تانية بتيجي على البليالي تراكت اللي جوبها الليفر وتعمل فيها ستيزيز. توقفها. فيحصل ايه? بروشور بقى ايه? يزيد. يزيد وتزي يخرج. البليروبين يخرج في الدم. فبيعمل حاجة اسمها كوليستاتيك جوندس. يعني هو هباتو تقفى. من دم الحاجات اللي برضو بنشوفها غير بقى دول. حاجة مهمة قوي اللي هي اسمها نيوروليبتيك ماليجناند سندروم. نيوروليبتيك ماليجناند سندروم. دي برضو من الحاجات اللي بتبقى موجودة في الأنتي زين. يعني إيه نيوروليبتيك ماليجن سندروم دا? هو اين كان يوس نيوروليبتيك؟ ده الاسم القديم بتاع الأنتي زين. نسمها نيوروليبتيك. وليه اسم تاني اللي احد فيكو قرب. كنا بنسميها. ففيه ناساعملتها في الاجتايتيته قاتل عشان ايه؟ اهدنه. فكنا بنسميها واحدة مني ستران safelyزار. دي اسميها اسمها ايه ميجور ترانكليزر ده برضو اسمه قديم للانتي سايكوكي يبقى انا عندي فيه ميجور ترانكليزر حد يعرف الماينور اللي هما صد في العاديين دول هم لا اللي سا حنعرفهم دول الصدر فكل دي اسامي قديمة للانتي سايكوكي كنا بنسميها ميجور ترانكليزر ودلوقتي بقى الاسم الصح التارها هي الانتي سايكوكيك دراكي او انتي سكيزوفرينيك زي ما نسميها لكن ما بقلاش نستعمل ولا اليوليبتك ولا بنستعمل النيجور ترانكليزر ايه مالجنا اليوليبتك سندروم ده عبارة عن اكيوت فورم من الاكسترا بيرانيدل سندروم اكيوت فورم من الاكسترا بيرانيدل سندروم العيال بيخش فيه صورة اكيوت من البركنسون لايك سندروم باركنسون لايك كان ايه اعراض البركنسون الاكيونيزيا والريجيديتي وكانت المشكلة بقى هنا ايه لما يحصل سفير مصر اسفادم والريجيديتي يحصل ايه في الحرارة بتاعة الجسم دي على قوي ومن هنا جات الجسم نيوروليبتك مالجنا سندروم يجي تدي العيال انجكشن من الدواء ده يقوم داخل في حاجة اسمها نيوروليبتك مالجنا سندروم هو عبارة عن اكيوف فورم من البركنسون لايك سندروم ده كده العيال يخش فيه يبقى اقلس اي تيبكال انتي سايكوتك او البروتوتايل اللي طلع كان بيعمل كل الاكشن ده تعالوا نشوف كده هو كان حيستعمل في ايه زي ما اتفقنا حيستعمل في الميزولمبك حيستعمل في اي نوع من انواع السايكوزز استعمله في اقضي الميزولم اكتشاف يمكن ادي ضع انتي امميك وممت ساعد منه انتي هستامنين ومن انهم انتي هستامنين بس وagensان مفضل او ولكن ما عنده منهم organisations كان مهمد هاتشن كان برضه من ضمن الحاجه يمكن اديها whoever تكون ساعات لحد اليارده بيستعمل في الالتي بسلم من ضمن الحاجات اللي ممكن نفكر فيها في الريزيسترد ألوش فالأدوية اللي عندنا في التميكال هنعندي فيه نوعين من الأدوية فيه حاجة اسمها هاري هو تنسي وفيه حاجة اسمها هاري بوتنسي ده منها أنا اسمهم كثيرا هو طبعا هدا المدين قسمها هاي ولو بوتنسي ونعنى على ايه؟ عالدو لكن احنا برضو هنستغل كلمة هاي ولو عشان نفتكرهم مع بعض الهاي هالو 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 بريدور هاه هالو 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 ده يدي ميزة للدواء ولا يديش ميزة يعني اما اقول ان الهالوكريدول قليل على ده لو انت مضطر تستعمل عايز تستعمل واحد منه فعيانه عندك ميكومة ولا عنده ايه ده اليميل ولازم تستعمل واحد منه تختار من؟ اكيد هاختار الباب طبعا الهال بما انه هال اكيد حيبقى فيه رسك شوية في فهو دي التأسيمة بتاعة الـ اوكي دي بمرة واحد طب يبقى بسرعة كده ايه الـ ايه الـ ايه الـ ها أكثر فراملوا هيكروفل اكتبينية ها سيديشن ويت جين أنتي ماسكارينيك ألفا وان وكل ده بيعطور إيه أنت أدرس إثيب ومحدش ياسه مين النيوروليبتيك ماليجنان سيندرو علشان كده كده نطلع بقى مين نطلع أنهما الأتيبيكال أو الأنتي سايبوتين طيب قبل ما تخش في الأتيبيكال ونشوف المزايا بتاعتكم تعالوا نشوف هو إيه حكاية الإكسترا فيراميدل سيندروم أنت عايزتين إيه الإكسترا فيراميدل سيندروم الإكسترا فيراميدل سيندروم طبعا احنا اتفقنا فيه عنده اللي هو الأكيوت فورم اللي هو تنمينا إيه اللي هو اليوروليبتيك ماليجنان سيندروم وفي الأخر هقولي علاجه إيه تعالوا نبص أنت حتبدأ تجد العيال دي تو نتخيل مع بعض أنا عندي قادي الدوبامين وقادي الأستايل كولين أنا بنتكلم على النكروسترياتي إيه علاقة بين الدوبامين والأستايل كولين ؟ هو في بالانس وفي انهيباشن بين الدوبامين والأستايل كولين أوكي أول حاجة حتعملها إن أنت حتقفل الدي تو فكده ما بدي؟ ها الاكشن بتاع الدوبامين إيه؟ قال و gr الاكشن بتاع الأستايل كولين زاد ده بقي تدي السورة دي تدي ميي؟ فإي بقي دي بتدي صورة للباركنسون لايك سندروم اللي هي اعراض الباركنسون لايك ايه او الباركنسون اعراضه ايه نمرة واحد هتبدأ فيه حيحصل حاجة يحصل حاجة اسمها اكافيزيا ايه اكافيزيا دي؟ هي زي نوع من الاريتابللتي دي جاي منين؟ ايه اعراض الباركنسون؟ قبل التريموز غير التريموز مش بقى فيه ريجادتي؟ ويبدأ التون ايه؟ انت متخيل بداية الاكشن او بداية اللي عمل بالدوة ده ان خلى نص التون ده ايه؟ عالي انت متخيل لو انت قاعد وطول الوقت عندك تون عالي في عضلاتك هتبقى فيه نوع ميتة تبقى عايز كل شوية تعمل ايه؟ تبدأ تغير في الحركة عايز تقلل من التون العالي ده التون العالي ده بيوتر انت قاعد مشدود طول الوقت بتون عالي فهتبدأ تغير فدي اسمها اكاسيزيا اللي هي يعني يعني ايه؟ يبقى في صورة ايه؟ اللي هو قاعد طول الوقت على طول عمال يحرك لليه يوم يقف يوم يقعد عنده نوع من المصل ودي بقى السرع عليه عايز يضيعها فدي اسمها اكاسيزيا بعد كده ممكن يخش في حاجة اسمها ديستونيا ايه ديستونيا دي بقى؟ ديستونيا الاخبطة في التون يبتدي يحصل ايه؟ العيان يعفض حركة وبعدين يثبت على الحركة اللي هو فيها دي مايعرفش يرجع منها دي بقى بنشوفها في ايه؟ يعني من اشهر الحاجات ها؟ يحصل ديستونيا ما ترجعش رقبته ما ترجعش يبقى هو ديستونيا قبارة عن ان هو العيان بياخد بوزيشن هو عين والبوزيشن ده مايعرفش يرجع منه ممكن تيجي انها التورتكولاس تيجي في الرقبة ممكن تيجي في الترنك كله ممكن تيجي في الجسم كله فالعيان يلف ها؟ ومايعرفش يرجع دي اسمها ديستونيا بعد كده بقى ممكن يخش في الصورة بتاعة البركنسون لايف اللي هي الصورة الكاملة اللي هي ايه؟ ها؟ ها؟ كل الصورة بتاعة البركنسون ديستونيا يبقى دي اللي هيخصر للعيان وكل ده ايه البركنسون بتاعه؟ ها؟ هو ايه؟ هو نقص دوبامين زيادة في ال ايه؟ أسيتين ايه؟ ما كنا سميناها بقى واخلصنا لانا يقول لها بقى تعالوا بصوا كده العيان ده تعالوا بصوا كده العيان ده مع الكرونيك يوز افدراك حتخيل ادي الدي تو ريسبتوس انت مدي ايه؟ دي تو انتابلس افل الريسبتوس ايه؟ في دوبامين ولا مفيش؟ في دوبامين اهو؟ دوبامين موجود؟ لكن الريسبتور ايه؟ مقفول مع الكرونيك يوز اف انتابلس حيبتدي يحصل دي ايه؟ مع الكرونيك يوز يبتدي يحصل ادي الريسبتور المقفولة اهيه وفي دوبامين موجود وفي دوبامين موجود بيحصل ايه في الريسبتور دي؟ حاجة اسمها؟ أب ريبيوليشن ها؟ وسوبر سينستيبتي انت متخيل انت اه في الريسبتور فالريسبتور اللي حتطلع دي حتبق ايه بالعرب كده؟ متنشأ المين؟ للدوبامين فيبتدي يحصل ايه هنا؟ ها؟ ها؟ هيتعكس بس عكس ازاي؟ يبدأ الاكشن بتاع الدوبامين ايه؟ ها؟ يزيد والاكشن بتاع الاسيتاري الكولين ها؟ دي بالضبط كانت الصورة بتاع الايفل في السيونين؟ كوريا كوريا ودي اللي بنسميها ليها اسم اخدوا بالكم الاسم جاي منين؟ كده العيان دخل في حاجة اسمها تاردف ديسكاينيزيا شوفوا الاسم اخدوا بالكم الاسم ديسكاينيزيا يعني حرجة ديسكاينيزيا لخبطة في الحرجة فيبدأ العيان يخش في Involuntary movement في اي حتة من جسمه دي بالضبط هي كورياة Involuntary movement بتحصل في اي حتة من جسمه ممكن تاخد المسل عينيه وشفايفه والنك ممكن تنزل على جسمه اي Involuntary movement طبعا يعني في حاجات بيبقى كومل وموصوفة اللي فيكو حاجة هيقرا فيها هيلاك انه هو Cache fly يعني مش يعني هقولها Cache fly انه هو يحرك لسانه كده وكأنه بياخد حاجة من الجو ويربع يكلها طبعا هو دي كلها بتبقى Involuntary movement موجودة في طاردل طاردل يعني ايه ليت يعني هي ليت بصوا انا الحكاية لكترى يعني لما اجي اقول لحد او يجي حد يقولك هو الاكسترابرامدل سندروم اول حاجة ممكن تيجي للمريض ايه مش ممكن تبدأ بنيد ما تنفعش دي عشان تحصل محتاجة ايه محتاجة واحد لكن اي حاجة من دول هما اللي بيحصلوا في الاول يبقى الترتيب ده هنا فيه منطق يعني حد بالك وانت بتقرأ الترتيب ما ينفعش تبدأ بطاردل اهي 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 اصحص هاي بس عمرها ما تحصل في الاول لازم تاخد ايه لازم تاخد وقت عبال ما تحصل التاردل ديسكاينيزيا وبقت التاردل ديسكاينيزيا ايه بقى المشكلة اللي فيها ها الفلانس بقى ايه اتعكس بقى الدوباميل اكتر من الاسبتاين كولين نقف شوية عايزين نعالج المشكلة دي بالبداية ها اه تعالوا نعالج المشكلة الاولية اكتريزيا وديستونيا وبركنسول لايك تعالوا ايه هو ايه 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 بتاعها اهو هل هل انت تقدر تقرر هنا انك تدي دوكامين نفر ليه انت بتعالج ايه بتعالج سايكوزيس فاستحالة تفكر ما بتدري عندي ده الدوبامين لو تفتكروا الدوبامين فمين من الحاجات اللي بتاعمل هالواسة فهو الدوبامين فما ينفعش هنا تفكر في مين تفكر في دوبامين ما قدامكش الا مين انك انت تقفل المسكارينيك ريسبتور فحتجدي انتي مسكارينيك هلو كده طيب نعم سؤال بقى كده حد يقولي كده ايه عيد ان انا قدي العيان ده انتي مسكارينيك في الحال ده حدش يقولي اللقومة لا بصوا كده هنا وقولوا ايه مشكلة الانتي مسكارينيك الطردة ممكن ايه يوصله ها 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 تفكر ايه المشكلة انت عملت ايه في الاستاركو ايه اكشن اللين صح بصوا كده بصوا كده معنى كده انك انت لو بديت انتي مسكارينيك انت كده بتسرع بايه بالطردة مديسكارينيك صح كده طيب لكن هتطرد ديها موانا مش حل كان من المجموعة دي لازمة ديها طب عايز حد بقى يفكر في علاج الطردة مديسكارينيك ايه علاج اول واحد فكر فكر ان انا زود الدوز بتاعة الانت سيكوتك حد يرد عليه ايه اللي حيحصل انت هتعليمها ها انت بترحلها او بتانجلها بس صح ها هد يقول لي يعمل ايه ممكن افكر في زادة الاستالكولين ها ايه تاني ها ايه مديوش بدري طبعا انا انا موفق بس بس العين يعني كان فيه قاعدة اول ما بياخد الدوز يخش فيعني لو ادعت اتعخالي مش وحش بس هتخصر هتخصر انت بس يعني خليتيها تقصر مدني ها نعليك هفكروا في العلاج ايه ها اوقف الدوز ها 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 انت لو وقفت الدوى حيقصل ايه انت حتشيل اللي كان قافل الريسبتور صح؟ ولو شلت اللي قافل الريسبتور اتقلعت ايه؟ هتزيله ها ها مين اللي هم الاتنين؟ مين اللي هم الاتنين؟ لأ بس ها ها هتمشيه من الاتنين مع بعض ايه انت عالكت ده بس خد ايبالك اللي متفقين انك ما بتقفقي المسكرينك انت بصراعك بالترد الدسكاليزيا ها في الطرد الدستاينيزيا لو انا وقفت الانتيماسكارينيك الحالة تتحسن ممكن لو انا زودت الاسيتايلكولين ممكن فيناش فكرت ان انا اقل للدوبامين ما عنديش حاجة في دواء كان قديم متسحب مبقاش يستعمل ويمكن حاليا ابتدى يرجع عشان يعلم الحالة دي واحنا مدرسناهوش في الاوتونومك لانه مبقاش موجود في السوق كان دواء اسمه ريزيربين حد فاكر؟ كان ايه ريزيربين ده؟ ريزيربين ده على فكرة اوه مش متكلم اكتبه في التكست عن دب انا بقولكو بس معلومة تعرفوها الريزيربين ده كان بيعمل دفريشان في السكول فحاليا للريزيربين بيتبصروا اللي ممكن يكون حال للطرد ديسكاريليسيا مناش فكرت انك انت عشان تقلل الدوكامين شوية ممكن تدي حاجة على الجابة والجابة انهيباتوري للدوكامين انا عايز اوصلكو الحاجة احنا شايفين علاج الطرد ديسكاريليسيا سغل ولا صعب؟ وبالتالي الحال الامسا في الطرد ديسكاريليسيا انه ما يحصلش هتجنبه لكن لو حصل بيبقى علاجه صعب جدا 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 يبقى دي كلها طرق انتك تفكر ازاي في علاجك طرد ديسكاريليسيا ميركولوزابين لا ميركولوزابين دا انت سايكوتيك انا هنشوف دلوقتي احنا بعليك طرد ديسكاريليسيا مش بعليك سايكوزيس دلوقتي ماشي وما نسعى الكلمة احتفل كان لسه جايين محاول بس ايه هم ايه اي ميركولوزابين دا انت سايكوتيك انت مش تبديه هنا انت تبدأ ديه من الاول خالص لو عايزك لان الريسك بتاع الطارد ديسكاريليسيا في ايه هم هم البداية تبدأ ديه طيب عمال بقى لو انا عايز اعالج الاكيوت اللي هو الماليجنان يوريبتك سندروم قدي ايه هو ايه ماليجنان يوريبتك سندروم ها قولنا ايه اكيوت فور من البركنسول لايب هنا الدوكامين قال الستاريكولين زاد فدخل العيان في اكيوت ريجيدييتي و تريمورز و و هيبرسارنيا اعطف بيه ها مسل ريلاكسان ها ايه ها هيا انش هيعيش اه اه الدكتورة بتقول دوكامين هام وافعين علينا ايو ان اعيشوا هي بتقول دوكامين حد موافق ولا معارض موافقين هنا العلاج هيبقى دوكامين أدنس ليه بقى هنا انا واحد قرار حد حيقولي طب انت حتدي في عيان عنده سايكوزيس دوكامين مش تميعيش الأول الحالة دي فاتة لجمع ففي الحالة دي انا هممني دلوقتي عملي لايف سايكوزيس العيان لازم اقفز حياة العيان وبعدين ابقى قد اعاد بمسابلوس يبقى هنا في الحالة دي ممكن بنفكر ان انا ندي الدوبامين أجولوس علشان اوقف بس العيان ما يحصون شمال دو صنوش بس دي كده الهي الاكسترا برامنا سندوق عرفتوا بقى ليه؟ مش لاجم نستعمل كلمة بارتنسون لان الاكسترا برامنا ده بقى فيها بارتنسون وبقى فيها كوريا فكلا عندي فيه في المسل موفمت وممكن يشوف الحاجتين يحصلوا مع بعض النقطة المهمة ماينفعش تبدأ وانت بتقول لما يجي حد يسألك ويقول لك اللي سيمتون ممكن تحصل انت حافظ الاربعة لكن ماينفعش تبدأ بمين؟ تاردف دي ستريزة بتحصل ايه؟ بتحصل ليه؟ اسمها تاردف تاردف يعني ليه؟ بتاخد وقت عبال ما تحصل للمريض يستعمل الانتي سيكون يبقى كده احنا تكلمنا على الأقدام بينطبق على الاثنين الفرق بس بين الهالو بريدور و الكولورو برومازين انه في رشيو كالورو برومازين طا اكتر بريفرار اكتر من السنترل والهالو بريدور اكتر سلفر لكن الاثنين بيحصل معاهم ايه؟ الاثنين بيحصل معاهم اللي هو الادرس ايكت اللي احنا تكلمنا عليها دي متلكم في اي سؤال؟ تاخد دين خمس دقائق نحن كده تكلمنا على الهم الـ typical تعالوا بقى نشوف الـ atypical ترعوا بيه هنعمل بيه اول مشكلة وجهتنا في الـ typical كانت ايه؟ الممكن ان انا ابتكلم عليها هو فكرة الـ فوجهتنا مشكلة تانية هينفع فأني دي سمتوم انا قلت في البداية الـ positive والـ negative وقلت الـ negative ليه علاقة بالنقص الليبامين ليه علاقة بالـ بالسليتوني مش بس الدوبامين زيادة لا الموضوع اختلف في الفكر بتاعنا وبالتالي ايه مشاكل الـ typical لمرة واحد هتعالج الـ positive والـ negative positive بس نمرة اثنين انت متوقع ان معظم العينين تستجيب؟ لا لان انا قلت في البداية العين ممكن يبقى عنده ميكس من الـ positive والـ negative وبالتالي العين ممكن يبقى resistant للعلاج بالـ typical حوالي 20-30% من العينين ممكن ما يستجيبش من الـ typical نمرة ثلاثة الـ risk بتاع الـ adverse effect بتاع الـ central والـ extra pyramidal syndrome العالي قوي والـ hyper prolactinemia دي كلها أجاد مشاكل كانت بتواجهنا في الـ typical اوكي؟ فالتالي بقت دي برضو كمان مشكلة عشان كده بتلقى الـ typical ايه فرق بقى الـ typical من الـ typical ها بيقفل D2 او بيقفل D2 لكن كمان ابتدى يشتغل على مين؟ ابتدى يشتغل على السليتوني الـ receptor وهو ما بيشتغل على السليتوني لقينا انه هو بيحس ان الـ cognition بتاع العين اللي انا قلت في البداية الـ negative symptom فده نمرة واحدة نمرة اتنين شغله على السليتوني نتيجة الـ distribution في الجزء بتاع الـ ده بيقلل يعني ما بيعملش قوي نقص في الدوبامين في الـ فخدت منه مزايا ايه بقى المزايا؟ ها ينفع في الـ ينفع الـ ممكن يشتغل على الـ ممكن يشتغل على الـ نمرة ثلاثة ادرس إفت بتاعته ايه؟ بتاعته تبقى ايه؟ الـ وزيادة الـ ما عادة دواء انه هو في الموجود في السوق ده منتشر جدا في السوق انا هكلم على اشهر دوائيل موجودين في السوق اللي هو الـ ريسبريدون ده من الحالات المشهورة قوي في الـ انسيكوتك اللي موجود في السوق ريسبريدون تقريبا هو الوحيد في المجموعة الجديدة اللي ستيل بيزود الـ يعني ده داعيب طبعا فيه لكن هو فيه شوية مزايا تانية ها اللي هي تنطبق على اي أتيبك اللي هو ايه؟ انه يشتغل على الـ 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 اللي طلع بعده اللي هو الـ 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 ده دواء برضو مشهور وده كان يعتبر فيه يعني في ميزة مطلعه الـ الـ هادي بريزول ده ايه؟ ده بارشال أجونيست هادي يقول لي يعني ايه؟ بارشال أجونيست ها ها في وجود الـ انتاجونيست في عدم وجود الـ ها حيشتغل هفكرته كده انه انا قلنا بنتكلم على ان زيادة الدوكامين زيادة الدوكامين في الميزوليمبك دي بتدي والميزو كورتكال يعني من ضمن السيرو بتاعتها انه لقى الدوكامين قليل انت هدا لما هتدي الـ ها انا هايجي على الميزوليمبك ويشتغل از انتاجونه ويجي على الميزوكورتكال كله يحسم شوية فالتبق يسمى ده من قص من ضمن الأسامي بتاعتها دوبامين ستابيلايزر ودي كانت طبعا حاجة مهمة جدا في الـ الـ ها ومن الموجود إلى الأدرس افكت ومن الموجود إلى الأشخاص لكن أهم حقيقيه أنه الى حد الماء بردو أدرس افكت دول أشهر اثنين موجودين موضوع أريم الأريبيبريزول ده فيه ناس يتسميه دوكمامين استراليزر يعني هو يشتغل في الميزوليمبك اللي هي فيها زيادة في الدوكمامين هو Partial Analyst فهيشتغل هنا إيه؟ وفي الحتة اللي هو الميزوكورتكال اللي هيب عليها سيروريس كتيرة من ضمنها ان فيه مشاكل في الميزوكورتكال ممكن يكون مواقس ممكن يكون استريتوني فيه حاجة دي سيروريس عنه فالناس اللي بتتمنى فكرة ان الدوبامين قليل في الميزوكورتكال وده اللي عامل الكومنتيف سيمتومس هنا لما تدي الأنبيبليزول هنا الدوبامين قليل فمش هيبها ان الدوبامين فيعني دي من ضمن السيروريس بتاعة الالي بيبليزول أول واحد طلع ها ها دوبامين هو الدوبامين الفول أدمين هو الدوبامين مش انت عملك في الميزوكورتك الدي تو دوبامين ده الفول أدمين بتاع الدي تو الدوبامين هنا زايد ولا لا وهو ديت الأنبيبليزول ما هو في الحالة دي حيبقى يبقى يبقى في الحتة دي انتاجونيز الاكشن الفول المكان لو احنا مشينا على السيري اللي بتقول ان الدوبامين ناقص في الميزوكورتكا ودي اللي عامل اللي هو الكومنتيف سيمتوم والدوبامين قليل هو هنا هم 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 سيمتام متغير فلو مشينا على السيري دي هو نتائجه كويسة يعني إلى حد ما طبعا نتائجه جوان بس الناس بتمني كلامنا على انه هي دي الفكر بتاع روايك يعني عايز باس تمعارفين عنه كلمة صغير فوالك هو اللوجة اللي التكتورة قالته ايه اللوجة الكلوزابين؟ اللوجة الكلوزابين دا كان من اوائل من الحاجات اللي طلعت في الأخضاء الاتمية انا كنت اعرض خليكم فكرين الريسبريدون خليكم فكرين الرسبيريدون يعني دول نعرفهم كويس والريسبريدون ستيل هو اكتر واحد بيعمل المزايا 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 الاتيبكال انساكت المزايا الاتيبكال انساكت ايه كانت الكروزافين ده با الكروزافين ده كانت اول طلق وكان بيعتبر برضو الى حد الماء ثورة في علاج الاسكيزوفريديا لكن اول مزيزم السوق ظهرت منه حالات اجراني لوساتيب لدرجة ان الشركة كانت بتعمل ايه؟ كانت لما حد يكتب الكروزافين كان بياخد اوفر انه يعمل ريجلر سي بي سي على اخسابه علشان ما يعمل تعمل المزايا ما هو الاجران شخص دي خطر جدا فكان العيان لازم ريجلر تنشيك ايه؟ تنشيك الوايب بي سي بتاعته فكانت بتعمل الاوفر انه هي تخلي العيان يعمل اللي هو السي بي سي عشان كده الكروزافين هو اخطر حاجة فيه انه هو اجراني لوساتيبس وعشان كده تملي بتشيبه او بتشيله لل اللي هي ايه؟ اللي هي مش مستجيبة ولا تيبكال ولا اتيبكال خلاص حل جاء له ممكن يديني الريسبونس بتاعه عشان حتة الاجراني لوساتيبس دي دي كانت نقطة خطيرة جدا في الكروزافين فخليكوا فاكريني الاجراني لوساتيبس دي بتاعت الكروزافين طلعوا منه بعد كده حاجات تانية اللي هي اولانزابين ومعرفش ايه فلا طلعوا منه طب الاتيبكال بقى دي كلها كده كلها مزايا يعني ربنا اديها كل حاجة مخدش منها حاجة طب بلاش طب هي اتبكال ليه لحد النهاردة يعني وقفة خصوك غير انها خصوك غير انها خصوك طبعا ميزة الاتيبكال الهالوكريدون موجود لانه اجيكشن انت فاني انت كل همك انه ايه انك تهدي العيان بس فاستين واقف على الجديد حاجة تانية ايه ما المشكلة اللي زهرت معنى اتبكال ها ها هو ماش فيه ولا ديكسرا كراميدا صح ولا البرو هايبرا جولكتينيبيا موجودة مظبوط هاد الحاجة هاد الحاجة هاد الحاجة فوق كده يعني قلت عليها وده خلوكم فاكرينها اي هدوة بيقفل اتش وان بيعمل ويت جيني المجموعة دي ظهرت منها مشكلة اللي هو الويت جيني وايه عن الويت جيني لا دخلنا في حاجة اسمها متابوليك سندروم عارفين الميتابوليك سندروم متابوليك سندروم ده اللي هو بيبقى فيه ايه بيبقى فيه زيادة او فيه لخبطة في الليبب بيبقى فيه اللخبطة في الكلوكوز بيبقى فيه اللي هي الترانكوز فكل ده كده دخلنا فيه الميتابوليك سندروم وبقى دلوقتي الكلام في الاتيبكال بيقرنوا بعض من بعض دنين انا لس في الميتابوليك سندروم وانت اكثر في الميتابوليك سندروم يعني هما خلاص عدوا مرحلة فكرة ايه ان احنا نتخاليوا مع بعض على الاكترافرامل احنا الى حد ما كلنا ما بنعملش الاكترافرامل قوي لكن ظهرت منهم البيتابوليك سندروم وابتدوا بقى يتخالقوا على مين اللي ما بنعملش البيتابوليك سندروم او مين اللي بيعمل بقى وكيف هادي الخلائق اللي دالي رابين الممبرز بتاعت الاتيبكال انتي سايكوتك اكل حاجة في الانتي سايكوتك انتوا فاكرين في الدبريشن انا قولت العلاج بيبقى ايه لوقت ولما العلاج يتحسن بعمل ايه ايه طب الامت السايكوزي عام بيمشي لالعالج من السايكوزي اه بظبط البرع بتاعتي طبعا في الحالة الاخلوت بدي برع عالية في الحالة انه هو عالي بقى بقى بس بقت في ميزة في حقن دلوقتي اللي هي بدي فور بريفريشن اللي هي بتنتاخل ورصة لكل شهر وده طبعا بتجتي ميزة في الحالات اللي هي بقى ممكن قد العالي اللي هي الحقنة لكل شهر لكن العلاج جالبا بيبقى فور بقى طبعا الكمبلاينس الاخر والعالي ممكن بيوقف لكن المفروض ان العلاج السايكوزي بيبقى فور بقى لكن ده بالنسبة للانتي سايكوزيكة وعالتنا بجعليني Beau 어려ول هذا الريئة والفروق اللي بينه الليثيوم 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 ده يعتبر من الأجوية الموجودة والليثيوم هو بالضبط بتاعه هو ايه؟ هو سوديوم هو زي السوديوم بالضبط الليثيوم ده بنسميه ايه؟ بنسميه مود ستاميلايزر ده يعاني ايه؟ او الميل انديكيشن تاعي؟ هفكركو بالبايكولر تفكريني البايكولر؟ كنا تفادق من العيان اللي نقيني بالدبريشن ها؟ هو غالبا في الابيسود دي بدي ايه؟ امتي دبريشن صح؟ وبعد ايه؟ لو هو وصل للستيج دي انت خايف من ايه؟ انه هو يقش فيه؟ المانيكفيز يا كده المان يعني فكنت لازم امشي على حاجة اسمها مود ستاميلايزر يما ايه فارجت بقى البود ستاميلايزر ها تمنع ايه؟ تمنع السويتش للمان اول واحد استعملناه كان الليسيوم طب الليسيوم ده هنشوف دلوقتي فيه شوية مشاكل كتيرة منه لو ما نفعش اسميسيوم هنستعمل الأدوية هنسمعها هيا هيا مش كتبقى جديدة علينا انتي افليبتك كلها اللي هما زي الكاربامازيبير دي كلها انتي افليبتك زي الفيبرويت زي اللاموتريجين دي كلها انتي افليبتك هنرجع ناخدها تاني مش هتبقى جديدة علينا طب في المانيك فيز بتدي ايه بقى بتدي ليسيوم وتدي معها انتي سايكوتك هنا بتدي انتي ديبريسر في المانيك فيز لا انا بخاف من الليسيوم بقى اسمه مادة نحن قلنا انتي سايكوتك بيان بها بيهدي هنا انتي سايكوتك بوجة التدي العيان تماما podقى احتاج هنا ان انا اهدي العيان يبقى كده استعمالات الليسيام ايه؟ طبعاً نمرة واحد هو في البيبولر مش تعمل كمود استاملايزر انك انت تمنع الـ switch in المانيا او في المانيك phase بعد شوية برضو الناس ابتدت تدي منه سمول دوز في اليونيبولر او اللي هو الـ major depressive disorder يعني اتجرب فعالة resistant ما تستجبش فبيجرب معها الـ leithium الى حد ما في دوز ويرى التدى يستعمل وبيدي الـ response يبقى معنى كده ان الـ leithium وكل استعمالاته في الـ depression عايز تديك تمنع الـ switch او تديه في المانيك phase او حتى حالياً ممكن تدي منه سمول دوز في الناس اللي عندها الـ major depressive disorder ده اللي هو الـ leithium حيلو قالو كده علي عيوبه باختصار في عيوب يعني حتحصل مع الـ leithium ايه العيوب اللي حنشوفها مع الـ leithium ومفروض انه هو لما بيتاخد بيتأسف الدم افضل هو حيامل انت ادي الـ adverse effect بتاعته عيوبه بوشه سيسر حلوه بحيامل حلوه بحيامل هالوح المدى مدى مدى طبعا اول حاجة هو هيشتغل على البرين فهو مجرح هي من شوية تبدأ بشوية ترينرز و ايه اقصى حاجة في الستيميوليشن انه ممكن يخش فيه يبقى خليك فاكر انه هو ممكن يبقى على البرين نبرة اتنين دي اللي هي السيرويد هيعمل ايه في السيرويد هيا من الهيطر والاميطر هايطر صح مشيه من هايطر اشتغل زين 80-90% من العيانين اللي بياخدوا الاسيام يجيهم هايطر بفضل عشر هايطر هي برضو لها علاقة بالبيوت في العيان فاكرة برضو ماخدنا نتكلم على الكوردرون والاميدرون فهو ما اللي طبعا هيعمل جويطر وبنسبة كبيرة هيبقى هاي بوش هاي نسبة كبيرة هيبوش فيها هو طوكسيك على الهارت ممكن يعمل الريزميا طبعا على الجي اي تي اللي انتو عارفينه نوزيا بوميتين ديارية انوليكسيا ها؟ اللي انتو يعني تحبوها دي ودي اللي يعني ما نفعش الالف اي داوة طبعا ممكن يعني هنمشيها على الكدني بيعمل حاجة اسمها دايابيتس انسيبيداس يعني ايه دايابيتس انسيبيداس؟ يعني يجيله ايه؟ بوليوريا وممكن يبقى توكسيك على الكدني هادي تقريبا مشاكل اللي يسيروا يعني ركزوا في الهما اشهر حاجتين بمهمين قوي هما دول لان هم الادوية اللي بتأثر على السيارة الجامد جدا ومن الادوية اللي بتأثر على الكدني فهم دول يعني اخطر حاجتين بهم او مش بهم يعني هزي اخطر حاجتين ممكن يحصلوا مع الليسيام السيارويد والكدني دي حاجات كاركترستيك لانه في علاقة في السيارويد لما تيجي تدريسي اندوكراين هتعرفي برضو الليسيام من الادوية اللي بتأثر في السيارويد وبرضو في الاندوكراين هتعرفي اللي هو النفروجينيك دايابيتس انسيبيداس فهم دول اشهر حاجتين لكن هو الليسيام خلينا فاكرين انه سوديم الليسيام هو سوديم بما انه منطقي انه ممكن يقصر على الغار بما انه سوديم او هو الليسيام ودوى سي ان اس منطقي ان هو يقصر على السي ان اس فالحاجتين دول زي ما قلتلكوا من الحاجات الخطيرة اوي في الليسيام وطبعا دول لازم يقوموا متوفر لو حتمت الليسيام لفترة طويلة كلمة واحدة على الليسيام تكسيتي لو حصل التوكسيس تتعاربه بيه؟ سوديم هده هيعمل ايه السوديم؟ بتبدي سوديم بايكار هيعمل ايه السوديم؟ انت لما هتكتر السوديم هيبتدي ينزل في اليورين والري أبزومشان بتاع السوديم يقل معاه هيقل الري أبزومشان بتاع الليسيوم لان الجسم بيبقى شايف الليسيوم بالزبط هو ايه؟ سوديم فانت لما هتكدي سوديم كتير الجسم شايف ان السوديم بقى كتير حيبدأ يرمي السوديم في اليورين ومن معاه كمان حيرمي الريسيوم وهو التوكسيست بتاعته علاجها بتبقى سوديم بايكاربوميت يبقى الليسيوم قولنا استعملاته بايكولر حاجتين تمنع السويتش وفي المانيكفيز وحاليا ممكن يتاخد كمان في المانيكفيز وقادي التوكسيستي بتاعته حصل التوكسيستي عليجها بايكس سوديم اي سوديم؟ كمانيكفيز زي هندي لسي مع انت ساكوتك وانت ساكوتك بتعمل ورد كمانيكفيز تعمل ايه؟ كمانيكفيز وانت ساكوتك وانت ساكوتك وانت ساكوتك في اي سؤال؟ وانت ساكوتك وانت ساكوتك ساكوتك تنسل تحضر تحضر اشتركوا في القناة